اشتركوا في القناة صحة وسعادة في الاعداد حسني البلاونة في التنسيق احمد سلامة صبحك الله بالخير احمد في الاخراج عيسى سبيل صباح الخير عيسى حياك الله ويانا برنامجنا اليوم بيطرق المواضيع وايد مهمة وبتفيدكم كلكم اذكركم برغامة التواصل 600551414 الرسائل النصية على 4006 حياكم الله ويانا نطرق اول شي لدراستنا مثل ما عودناكم كل مرة دراستنا اليوم مهمة وتفيد ناس وايد الدراسة تقول التهاب الحنجرة المستمر قد يكون مؤشرا على الصراطان اشارت دراسة جديدة الى ان التهاب الحلق المستمر يمكن ان يكون مؤشرا على الاصابة بصراطان الحنجرة اذا ترافق باعراض اخرى وقد شملت الدراسة للطلاع على اعراض 806 مرضى تم تشخيص اصابتهم بصراطان الحنجرة ووجد الباحثون زيادة في خطر الاصابة بصراطان الحنجرة بنسبة 5% لدى الاشخاص الذين عانوا من التهاب الحنجرة المترافق مع ضيق في التنفس ومشاكل في البلع وآلام في الاذن ويأمل الباحثون في ان تساعد نتائج الدراسة في الكشف المبكر عن السرطان وتشجيع المرضى على اجراء الفحوصات الطبية اللازمة لدى استمرار ارتهاب الحنجرة لأكثر من ثلاث اسابيع وترافق مع اعراض اخرى وقال الباحث المشرف على الدراسة ويلي هاملتون هذا البحث مهم ونأمل ان يساهم في مساعدة المرضى على الكشف المبكر عن سرطان الحنجرة يذكر ان التدخين شرب كميات كبيرة من الكحول واتباع نظام قذائي غير صحي تعتبر من اكثر مسببات الاصابة بسرطان الحنجرة وتشمل اعراض المرض تقير في الصوت صعوبة في البلع تورم في الرقبة نوبات سعال شديد الشعور بالتهاب في البلعوم وصعوبة في التنفس اضافة الى صوت صفير عند التنفس بالنسبة لهذه الدراسة ونبغي نخوفكم لان معظم الناس يكون بالتهاب في الحنجرة يكون التهاب فيروسي او بكتيري اتصاح بهذه الاعراض بس معظم الاحيان الالتهاب الفيروسي او البكتيري بيكمل يعني حد الاعلى الى اسبوعين عشر تايام الى اسبوعين مع العلاج بيحس الواحد ان يتحسن بس بما انه اترافق اشياء وايدة مثل تغير في الصوت هذا اولا يعني الصوت صح بيتغير الصوت بس ما بعشر تايام يعني ما بأكثر عن اسبوعين الصوت بعد ما تغير بالنسبة ضيق في النفس نحس بورام في الرقبة وبعد الورام استمر اكثر عن عشر تايام ما بقصدي القدد المفاوية اللي تطلع تحت عظمة الفك يكون حتى هاي القدد يحتاج انتابع اذا طلعت خلال الالتهاب تطلع وتختفي بعد الالتهاب بس نحتاج انتابع بعد بالنسبة لها الكحة بعد تكون مختلفة تكون كحة فيها بحة فيها الصفير يكون قوي الواحد يحسبه من المكان الحنجرة يكون فيها مرات دم والدم يستمر فترة طويلة فيها الحالات نفضل ان الشخص نفسه يرجع مرة ثانية يتابع مع الطبيب المختص صح مرات نستخدم ادوية معينة في البيت مثل اشياء دافية اشياء خفيفة بتخفف عنا هاي الاعراض بس نحتاج بعد في نفس الوقت نستشير طبيبنا اذا هاي الاعراض طولت الفترة طويلة بداية اكتشاف المرض وايد اسهل واحسن من التأجيل في المرض ما نبغي نخوفكم من هالناحية لان معظمنا الحينة عندنا منتشر الزيشان فيها الفترة ومعظمها فيروسي فعندهم الاعراض بس في الاعراض الواحد يحسبها اكثر حتى توصل ضيج في النفذ دم نفس ما قلت لكم في الكحة فيفضل ان الراجع طبيبنا المختص على الاقل بيحدد لنا شو الاشياء اللي نحتاجها اذا احتجنا فحوصات زيادة اذا احتجنا لتحويل لطبيب مختص طبيب الانف واذن حنجرة او اذا احتجنا انها عارض وبياخذ وقت لان فيه ناس تكون عندهم مناعتهم اقل فاستجابتهم حتى للأدوية تكون اقل فياخذ وقتها بس اكتشافه من البداية وانتباهنا الى هالأشياء من قبل وايد بتساعدنا وهذه دراستنا لليوم دراسة مهمة صراحة والجميع يعني حلو ان الواحد يتثقف حتى طبيا حتى بما اني انا مم متخصص اذا انا مم متخصص طبيا حلو من البداية اتثقف طبيا اعرف اشياء وايدة تكون موجودة واشياء بتساعدني وبتساعد حتى اللي حوالي وغيري اليوم فقرتنا الثاني عندنا فقرة التقذية بالنسبة لفقرة التقذية اليوم مفيدة جدا جدا وبتساعد الجميع والجميع بيحبها اليوم بنتكلم عن الاقذية الشتوية الجو بعد الحمد لله بارد بعد شتوي الناس بعدها تحب الطلعات واكبر دليل اليوم الجو اليوم مغيم وحلو حق طلعات واكل شتوي براع البيت او حتى داخل البيت اليوم بتكون ويانا الاستاذة مريم علي اخصائية التقذية بهيئة الصحة في دبي بتكلمنا ان شاء الله عن الاطعيمة المتداولة في فصل الشتاء صبحت الله بالخير مريم صبحت الله بالنور حبيب الدكتور عاشا شو الأخبار الحمد لله شفحالش مريم نعطيكم العافية الحمد لله مريم بما ان الاجواء ردت اجواء شتوية وبعدها هي شتوية بس حين هالفترة الاجواء باردة اكثر الغيم ما شاء الله حتى لين اليوم ما شاء الله موجود الناس متشجع اكثر طلعات البر وطلعات خارج البيت فحابين تكلميننا عن الأكلات الشتوية نحن عارفين أكلاتنا في الشتاء شوي تختلف عن أكلاتنا في الصيف فحابين تكلميننا عنها طبعا انخفاض درجات الحرارة الجسم يكون بحاجة أو الناس تعتقد أن الجسم تزيد حاجته للطاقة فبالتالي شو يسوي كيف ياخذ الطاقة ياخذها من أسهل شايفوا الأشياء اللي موجودة وسريعة اللي هي الأكل ويعتمد طبعا على السلوكيات يعني ما عنا نحن في فصل مثل ما هو مداول لأن فصل الشتاء هو فصل زيادة الوزن والشهية تكون مفتوحة وفصل الصيف لا هي المفروض تكون نفس نفس الشيء يعتمد على السلوكيات اللي الشخص يتبعها فعند الموضوع اليوم بيكون من شقين كنت أحب أضيف إضافة على كلامك اللي هو بخصوص الوقاية من الزجام قد ما نقدر نحن في فصل الشتاء بما أن الناس تقبل دائما على الأكلات الدسمة ونسبة النشويات تكون عالية يفضل أنها ما تنسى ولا تهمل الأرضية اللي فيها ألياف عالية أيوة اللي هي الخضار والفواكه بما فيها طبعا من بيتامينات ومعادل عالية اللي بتاعد طبعا وتقي الجسم ضد هاي أمراض البرد اللي منتشر الرشح والفلونز وهي الأمور فكوقاية يفضل الواحد يركز على الأطعمة اللي يفضل أن الواحد يأخذها في الشتاء اللي فيها نسبة فيتامين سي زيادة عالية هنا حي موسم البرتقال والحمضيات يفضل أن الواحد يقبل على هاي الأشياء بنسبة أكثر أي خضار أي فواكه ثانية ما يمنع أن الواحد بس يفضل أن التركيز عليها الخضار والفواكه ما نهملها نهائيا بالنسبة الأكلات المتداولة في الشتاء أننا فصف الشتاء الأقبال على البر يكون وايد فيها الموسم صح فالناس أكثر تشوي صح تاكل مشاوي فإن بعض الإحتياطات دائما ناخذها قبل الشوي أننا ما نعرض اللحوم لدرجة شوي أو حرارة عالية لفترة طويلة أيها نحاول قد ما نقدر نخليها فترة بسيطة وما نقربها للنار بدرجة قريبة تكون من اللهب فقد ما نقدر نخليها نخلي مسافة ونحاول نخلي قطع اللحم تكون صغيرة أساس أن تنفترة قصيرة وطبخ مستوي بسيط وتنضى أسرع بعد بالضبط ونحاول نحط بين اللحم نفسه خضار أساسا نشجع الناس أنه لا يكون فقط ياخذ كمية لحم وبروتينات لأن تكون فترة عشة تلهاب في فترة الليل يكون شوية بطيء ومثل فترة تلهاب بالضبط واللحوم تكون شوية هضمها بطيء فتحتاج وقت طويل للهضم والعمليات العيضية تكون بطيئة في هالوقت والناس تقبل على الأكل في فترة العشة أكثر صح فنحاول قد ما نقدر ناكل ما يمنع بس بكميات بسيطة ونضيف عليها الياف نضيف مثلا خضار عليها ممكن نضيف بعض الخبز مثلا الأسمر أو مثلا نضيف أكلات ثانية اللي هي أحين مغسمها وجد مفيدة اللي هي عندنا الزرة عندنا البطاطا الحلوة عندنا الكستنة من الأشياء من الأشياء اللي فيها العديد من البيتامينات والمعادن اللي تقي الجسم من الأمراض مثل ما قلنا وتقي الجسم خاصة من اللي هي أمراض البرد وتعزز من صحة القلب وخاصة الشرايين وفيها نسبة بوتاسيوم عالية اللي تساعد على اتزان السوائل في الجسم وهي طبعا تكون خفيفة وسهلة على الهضم وكذلك هي تنظم من ضغط الدم وحلو ذكرتي طريقة حتى الشوى كيف في الواحد يحط الخضرة مع اللحن عساس القيمة القذائية تزيد ولا نقول أنه كأكل صحي يحرمنا من أشياء وايدة حتى في طلعاتنا بالضبط لأنه عندنا أنا مثل ما ألاحظ أنه فترة الشتاء الواحد يهمل الخضار صح لأننا نحب الأشياء اللي تكون دافية أو الأشياء اللي نقدر نسويها برع يعني تكون كشوى وشي بس فكرتش بعد وايد عملية خاصة للمستمعين اللي طلعتم كثيرة خاصة فسط الشتاء يكون اختيار اللحم اختيار جيد نقلل من كميات اللحم اللي فيها الشحوم أو نشل الشحم عن اللحم نضيف عليه خضار فترة ممكن تكون نوعا ما صحية أكثر بالنسبة للشخص يعني اللي بيتناول هالشيء بالنسبة للمشروبات مريم بالضبط المشروبات أنا تكلمت سابقا عنها بالنسبة المشروبات المتداولة في خاصة الشتاء عندنا بعض المشروبات الحلوة ولي فيها نسبة طاقة كبيرة مثل عندنا السحلة في هالوقت عندنا مشروب الزنجبيل صح في هالوقت ممكن نحن ناخذه مشروب الزنجبيل مع الكركم مع الليمون هيعتبر مثل مضاد حيوي يعني ضد خاصة الزجام والإنفلونزا عندنا الهوت توكلت اللي هو حليب الشوكلت موجود في هالفترة عندنا حليب الشوفان من الأشياء المفيدة جدا ممكن الواحد ياخذها وفي نفس الوقت تكون من الأشياء الخفيفة وسهلة على المعدة مريم قلينا رسالة أخيرة حابت وصينها للمستمعين خلال البرنامج هي رسالتي مثل ما قلت أن فصل الشتاء مثل أي فصل من الفصل الواحد يحاول يرتب من سلوكياته ويلتزن بالنظام اللي هو عليه ويوازن في أكله يعني يحاول ياخذ من جميع الأنوان المجموعات الغذائية وما ننسى الماء نهائيا صح أننا لا يمكننا التحرك في فصل الشتاء ومعناته هذا أن الجسم لا يحتاج للماء بالأخص نحن نحتاج أن نشرب ماء حتى أن هذا ساعد على أن نحن لا نحس بالجوع وأن الجسم يكون دائما يعان ويحتاج يعكل هذا ممكن دليل أو نقطة تكون مؤشر أن الجسم ناقص سوائل صح شكرا للتذكير بعد بخصوص الماء لأن ناس تنسى الماء لأن نسبة حتى عطشنا في فصل الشتاء أقل تكون ونعتمد على السوائل الدافي أكثر فنحرص على شرب الماء ونحرص على تناول الخضار والفواكه والرياضة طبعا ما نزاها شكرا مريم بستاذ مريم علي خصائية التغذية بهئة الصحابة شكرا لك حياكم الله مستمعين الأعزاء بنطلع فاصل إن شاء الله وراجعي لكم صحة وسعادة مستمعين الأعزاء حياكم الله مرة ثانية ويانا في برامج صحة وسعادة نذكركم برامج التواصل وياكم 600 55 14 14 الرسائل النصية على 4006 موضوعنا الثالث اليوم موضوع وايد مهم وايد في أكبيرة من المجتمع تعاني من هاي المشكلة ومتداول كثير ومعظم الحالات اللي نشوفها نحن في المستشفيات وأنا كطبيبة أسرة تكون من هذه اللي عندهم هذه الشكوى الشكوى من آلام الظهر مسألة شائعة جدا حيث يواجه العديد من الأشخاص الذين يعانون آلام من أسفل الظهر قالبا صعوبات في القيام بالمهام التي تتطلب مجهودا بدنيا مما يؤثر بشكل سلبي على حياتهم بشكل عام للحديث عن آلام أسفل الظهر يصرنا أن يكون معنا اليوم في الستوديو دكتور سهيل الركن استشاري أمراض الدماغ والأعصاب مستشفى راشد حياك الله دكتور سهيل يا مرحبا دكتور عاش صباحكم جميل الله يحفظكم صباحك أجمل إن شاء الله دكتور سهيل نفس ما تحدثنا أن من أكثر المشاكل أو الأعراض الشائعة أو الشكوى من المرضى اللي هو آلام الظهر عموما وآلام أسفل الظهر أنا تقريبا في اليوم من ثلاثين إلى خمسة وعشرين مريضة اللي أشوفهم تقريبا خمسة على الأقل يوني يشتكون من آلام الظهر وخاصة ومأثر بعد على حياتهم اليومية وعلى عملهم في البداية ممكن تعطينا فكرة عامة عن آلام أسفل الظهر والأسباب التي تؤدي إلى ذلك أو الشيء صباح الخير للمستمعين معنا أو الشيء شكرا لإداعة دبي ونور دبي على الاستضافة وعلى التطرق إلى هذه المشكلة الكبيرة اللي يعانون منها كثير من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم يعني في دراسات دكتورة عاشة سووها حصلوا في هذه الدراسات الخبراء والأطباء أن 80% من البشر على المستوى العالم البالغين يتعرضون خلال حياتهم إلى مشاكل أسفل الظهر إن شاء الله عدد كبير 80% يعني أنت تتكلم عن أغلبية البشر يتعرضون لكلهم لمشاكل أسفل الظهر وكذا في الدراسات حصلوا أيضا أن المسبب الأول لزيارة الأطباء في العيادات أو المستشفيات بعد أمراض الديرماتولوجي الأمراض الجلدية وأمراض المفاصل والرماتزم أتي آلام أسفل الظهر فيعني شائعة جدا كل حد يشتكي منها يعني أغلبية المستمعين الآن بيتذكرون أحد من أهلهم أو هم نفسهم عندهم مشاكل أسفل الظهر تعتبر هي المسبب الأول لمنع البالغين من ممارسة الحياة العادية بسبب آلام أسفل الظهر كانت في دراسة جميلة سووها شافوا شو أكبر سبب طبي يمنع الموظف من حضور العمل أو الغياب حصلوا؟ الآلام أسفل الظهر لأن حتى وأنت قاعد يأثر عليك مو بشرطه أنت تتحرك وأنت واقف إجازات إجازات بسبب آلام أسفل الظهر ولكن الشي الجميل مع شيوع هذه المشكلة وانتشارها أن أغلبية المرضى 95% منهم اللي يعانون من مشاكل أسفل الظهر يشفون من هذه المشكلة ويرجعون لحياتهم الطبيعية فهو ليس مرض مزمن وإنما هو عرض لمشاكل مسبب لهذا العرض أهم الأسباب اللي تؤدي لمشاكل آلام الظهر أول شي لازم نفهم شو موجود في منطقة أسفل الظهر موجود اللي هو العمود الفقري والعظام عظام الحوض وعظام الفيرتبراية والفقرات موجود المفاصل موجود الأربطة موجود العضلات موجود الدسك في أي التهاب أو توتر أو شد أو حركة غلط ممكن تسبب شو آلام الظهر تأثر على هاي مشكلة فالإنسان هي بهذه الآلام فمو بكل واحد يجينا العيادة معناه عنده مشكلة كبيرة عنده دسك عنده كذا 90% من الناس يراجعون عيادات للأعصاب أو عيادات العظام أكثر من 90% منهم بسبب شو مشاكل في العضلات والأوتار فهذا يبنى لسؤال شو السبب أن الإنسان يصير عنده هاي المشكلة مشكلة العضلات مشكلة الأوتار مشكلة الدسك مشكلة هذه الأشياء أو الرقم واحد من المسببات الدكتورة اللي هي الرياضة الخاطئة صح واحد ما سوى رياضة مدة ستة شر مرة واحدة ضربة في رأسه الجو جميل مغيم خلدي أركب سيكل أو أسير الجم أركب ساعتين أيك عقبا بيومين يوم آلام أسفل الظهر فأنت شو سويتنا شديت على العضلات على أسفل الظهر سويت لعمرك مشكلة أو شد في العضلات شد في العضلات نعم الشي الثاني الآلام المزمنة اللي في أسفل الظهر الوزن الزايد معروف الناس اللي أوزانهم زيادة عندهم مشاكل في منطقة أسفل الظهر عندهم ضغط على عضلات أسفل الظهر وتسبب لهم الآلام المزمنة من الأشياء اللي أيضا نذكرها في آلام أسفل الظهر الجساد غير الصحية خاصة الموظفين الحكوميين أو في البنوك أو الدوائر المحلي اللي يسون لساعات طويلة على الكرسي جدام الطاولة هذه في طريقة الجلوس مالم خاطئة فتسبب أن الوزن كله مال الصدر والظهر والرأس والأيدي طايح على وين؟ على منطقة أسفل الظهر لسبب المشكلة هاي والآلام الموجعة فهذه أهم الأسباب دكتورة طبعا التقدم في العمر من الأسباب أيضا حمل الأشياء الثقيلة من أسباب أسفل الظهر آلام أسفل الظهر أسباب كثيرة ومن الأسباب النادرة أو الأقل شيوعا هو وجود دسك ضاغط على العصب هذا قد يكون بسبب قبل يومين عندي واحد إنسان رياضي رياضي جسمه جميل وزنه كبير ولكن عنده دسك ضاغط على العصب هذا يحتاج للتدخل طبي يحتاج للتدخل علاجي يحتاج لنسويه لأشعة ولكن لشيوع المشكلة هذي في أسباب أيضا شائعة مسببة لها لها أكثر صحي دكتور شو الفئة العمري الأكثر عرضة لها الآلام جميل طبعا إذا قلنا ممارسة الرياضة الخاطئة فبيكونون منهم؟ الشباب الشباب بس الحين حتى كبار المواطنين ما شاء الله عليهم يعني الجميع الحين تحسن يلعب رياضة يلعب رياضة إذا قلنا عند الكبار العمر آلام أسأل الظهرة بسببت هي شاشة العظام بسببت المشاكل المفاصل والأربطة وبسببت أيضا قد يكون دسكات عندهم الدسك الصغير اللي موجود فما ممكن أقول لك أن هي أكثر في كبار العمر بالعكس نشوف الآن في العيادات عنها وعنكم أنتم في الرعاية الأولية شباب شباب الحريم البنات يعني الدكتورة ظهري 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 ألم يستمروا يا خمسة أيام عشرة أيام عقوب يروح عقوب تسوي حركة غلط ردت على الجن مرة ثانية البنت رجع مرة ثانية صحيح دكتور بالنسبة كيف نقي أنفسنا من آلام أسفل الظهر سؤال جدا جميل قبل هذا أعطيك رقم جميل أيضا في أمريكا سووا دراسة عن تكلفة المباشرة مبغير المباشرة المباشرة لمشاكل أسفل الظهر المالية حصلوا أنه تكلف خمسين مليار دولار سنويا مبلغ وايد كبير على الحكومة الأمريكية أو النظام الصحي والإنشورانس فهذا مبلغ جدا كبير وممكن الوقاية منه ممكن أن أعيش حياة سريمة حياة جيدة ومعارس حياتي وما أخسر بيزات ولا أكلف حكومتي بيزات ومحتاجت لأشياء ثانية شو أهم الأشياء دكتور سهيل اللي ممكن تنصحنا بها للنصائح لمنع مشاكل أسفل الظهر رقم واحد الوزن المثالي وهذه دائما نقولها للمرضى الليوني العيادة إذا أنت طولك 160 وزنك المثالي يكون 60-65 جميل إذا أنت طولك 170 الوزن المثالي مالك 70-75 جميل صح بس إذا أنت طولك 170 ووزنك 120 أنت شال 50 كيلو زيادة على ظهرك ظهرك تمام فهذا الوزن المثالي جدا مهم النقطة الثانية اللي أنصح فيها الغذاء المتكامل الشرب السوائل بشكل جميل جدا الأخت المتحدثة اللي كانت قبل يتكلمت عن التغذية وأهمية التغذية في دراسات حصلوا أن الناس اللي ما يشربون لترين من الماء يوميا يصيبهم مثل الجفاف في العضلات والأربطة خاصة في أوقات الصيف فأتيهم الآلام المزمنة الشرب المايش التغذية المتكاملة هذا شيء جميل الحركة أصدق الحركة أن الإنسان ما يكون يالس على مكتبه أو على طاولته لساعات طويلة الحركة لازم تحرك عمرك هذا الإنسان خلق كمخلوق مبلل جلوس وإنما خلق للحركة كان سابقاً تطور جسم الإنسان هذا تطور أنه يشتغل في الحقل يشتغل ويا الزراعة ويا الرعي الحركة يركب الجبال وينزل في البحر الصيد فكل عبارة جسم عن شو؟ حركة فأتي أنت في آخر 20 سنة 50 سنة ووقفنا هذا كله تضمر العضرة بعد في نفس الوقت فيسبب هذا تنشط الصبح يسير الدوام بسيارة تيرس عمك تركب السيارة تبدى البيت بها الطريقة صحيح المكان الوحيد الذي يتمشيه في المولة أو للمسيد غير حان هذا ما فيه مشيه حتى الباركنات تلاحظ معظم الناس دور باركنج اللي أدى للباط جميل جداً فالحركة جداً مهمة إذا جدك آلام أسفل الظهر النصيحة رقم واحد هي شو؟ استمر في الحركة جميل؟ عندي ألم في أسفل الظهر دكتور سيل شو أسوي؟ ما ترقيت في الفراش تقوم تتحرك تمشي يعورني إذا أمشي لا 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 استمر خذ مسكن للألم ولكن تمشي لأن لو قعت عضرة بتضعف والمشكلة اللي موجودة في الأربطة أو الجوينت ما الأسفل الفقرات الظهر يصيبها زي التكلس فتصير لمشاكل هذه فأكثر نعم من الأشياء المهمة أن الماترس اللي نستخدم للرقات دكتورة في ناس يكون عندهم هذا الماترس يكمل لهم 25 سنة صح وما يحبون يغيرونه ما يحبون يغيرونه ناس وائتي صح هذا ما يصير يعني على الأقل المخدات تتغير كل سنتين جميل والماترس اللي ترقد عليه على الأقل كل خمس سنوات لازم يتغير في ثاني سنة تجلبه فوق وتحت أيها عقب ما جلبت السنة اللي عقبه غير وضعي تلفه يميني سار يسار يمين عشان تستخدم كل الجهات عشان تستخدم كل الجهات عنده ترقد على الفراش في زاوية معينة طول هذا فالجسم الماترس هذا والدوشك ياخذ جسم الإنسان صحيح فالنصائح أنه تهتم لهذا وهذا قد يكون السبب الرئيسي من العوامل اللي ممكن أن نصح فيها المرضى للتعامل مع أسفل الظهر وضع مخدة صغيرة في الكرسي اللي تيلس معاه عليه مخدة صغيرة كوشن صغيرة تاكية صغيرة وين أنت تيلس وراك هذي شو بساعدك بتساعدك أنه بتمنعك أنك تزحلك في الفراش في الكرسي وتنزل فتكون وضعيتك أنك مستقيمة إيه فهذه التكية تخليك يالس أنت مستقيم وشوفنا دايما إذا شفتوها في الصفر الأمراء والأميرات يوم يسون أو المذيعات شو يسون وراهم لازم شو؟ يكون مثل مخدشة أو شيء لأنه يسون فترات طويلة فهذه أنها تحميها حتى طريقة تلقعدة تكون مستقيمة الطريقة صح هذه النقطة الثانية يوم بتبقى تيلس أختي وإخوتي المستمعين حاولناك تيلس زاوية 190 الثقل ما يكون طايح على أسفل الظهر يكون طايح على المقعدة على عظام الحوض هنا الثقل يطيح مو بيطيح على أسفل الظهر لأنك تكون منحني فيه متفضعي دكتور دكتور بالنسبة متى المريض يراجع الطبيب؟ من يحس بآلام الظهر سؤال جدا جميل لأن دكتور سهيل 90 بالمئة من الناس عندما أسفل الظهر فالدكتور عاش العيادة عندما تمتزر من هذه المرضى صح ولا غيرات؟ وناس وايد تكون تينا بآلام عضلية فالمسكنات تخف ولكن هناك ناس معينة حتى معه الآلام تكون عضلية يصرون أنهم يتحولون على طبيب الأعصاب أو طبيب مختص فنصيح المرضى في أي حالات يتحول يتحول للأطباء والمرضى رقم واحد لألامها مشهورة لها سبب معين حركة غلطة أو حمل وزن زيادة فأول شيء تشوف أنت دكتور الأسرة الذي يتابع لك يعطيك مسكن للألم وعادة أن هذه المسكنات يباله وقت أن تشتغل فأنت لا تتوقع أن أخذ الدول يوم باتشر ويخف الويع لا لا يبالك 5-6 أيام و7 أيام أنه يخف الويع رقم اثنين أنك تستمر في حركتك ما توقف ما توقف في الفراش متى أتحول على الطبيب المختص إذا هذا الألم كان ينزل على الأقدام ينزل في الأرجل عندي تنميل في أسفل الظهر عندي مشكلة دكتور تكرم في البولة والخروج عندي ضعف في الأقدام والأرجل ما أقدر أمشي مسافات هذا أنت تتحول على الطبيب المختص وهذا أقل من 2% من الناس الذين يراجعون لعيادات أسفل يكون عندما المشكلة متى نسوي أشعة في الجمعية الأمريكية للعمود الفقري وضعت لوائح متى تتحول المريض عشان يسوي الرين المغناطيسي أو المراي مبك المريض يسوي لأنه تكلف كثير من الأموال المريض اللي عنده آلام مزعجة جدا في أسفل الظهر مزعجة يعني يأخذ دوايين ثلاثة بعدها الآلام موجودة المريض اللي عنده عجز في الحركة المريض اللي عنده تنميل شديد ومع الأدوية ما يصف خف التنميل أو المريض اللي عنده مشكلة تكرمونه في التبول هذه لأربع حالات اللي يجب أن يتصور فيها المريض ممكن المريض يتصور أو يأخذ صورات أشعة أشعة وبعد ضرر الأشعة يعني موضة من ناس تطلب أن نسوي لها الأشعة العادية الأشعة الأكسرين بس حتى ضرر هالأشعة على الشخص نفسه إذا أي واحد بيب ألم ظهر يسوى له يعني ما بس ما بس تكتكلفة بعد الضرر للمريض نفسه دكتور في حالات وايدة إنعالجها أو ما تحتاج حتى الددخل جراحي فرضا الدسك بس كيف المريض يتعايش مع هالآلام يعني باخذ الدوة بيقول لك باخذ الدوة بيخذ الفترة معينة ساعتين ثلاث ساعات بيرجع لي مرة ثانية أنا شغل بها الطريقة يأثر علي ساعتين ثلاث ساعات في اليوم حتى لو ساعتين بالنسبة لنا وقت معين وبسيط بس بالنسبة للمراجع أو المريض يعتبره وايد كبير فكيف الواحد مع الوقت يتأقلم مع هالآلام الأول شي لازم نكون واضحين إن هاي الآلام جدا مزعجة تخلي الإنسان متوتر تثر على علاقات الشخصية الأسرية العمل فعادة الإنسان لازم يكون مع الأدوية فإذا هو ما يأخذ أدوية بشكل كافي لازم يأخذ الأدوية إذا هو ما سوى علاش طبيعي لازم يسوي علاش طبيعي بيبتدي في أول يومين ثلاثة بيحس بالألم عقب الألم بيختفي كيف أنا أتأقلم بالحركة بالعلاج الطبيعي بالممارسة الصح بتخفيف الوزن بعدم حمل الأشكياء بشكل خاطئ يعني كثير من الناس العيادة تشوفوا يشل كراتين بانحناء الظهر كأنه في وضعية الركوع ويشل الشيء أخي الكريم أنت الثجل هذا كله اللي هو خمسة كيلو بالشلة الكارتونة واليونية هذا عبارة عن أمية كيلو على أسفل الظهر أو عنده طفل ولده وابن أخوه يبايي شله ونفس الشي يوم بي بيرفعه هذا عبارة وزنه 7 كيلو ولكن أنت حملت أسفل الظهر فيجب أنك يوم بتي بسويها الحركة ما تسويه في حركة الركوع تثني ركبك تنزل كأنك وتشل من تحت وتصعد لأن الوزن بيكون هنا على الركب وعلى أسفل القدم فكيف تعايش ياه؟ أتمرع دكتورك يعطيك الدوء الصحيح تشرب الماء بطريقة صحيحة بليترينة واكثر يوميا رقم 2 مارس حركتك بطريقة صحيحة ورقم 2 تقريب الوزن ممتاز دكتور دكتور شو الأثار السلبية أو المضاعفات المترتبة على الآلام أسفل الظهر؟ العراف؟ الآثار السلبية والمضاعفات الآثار السلبية هو عدم جودة الحياة في عندي هنا مرضيون العيادة يشتكون من اكتئاب وبسببت الكتئاب شو هذا؟ من آلام أسفل الظهر المودي تأثر الحياة تأثر العلاقات الشخصية حركة الإنسان إنتاجيته يبتدي يكون معزول لأنه لا يستطيع أسافل لا يستطيع أتحرك الرقي الوظيفي أو الارتقال الوظيفي يتأثر أيضا وإذا المريض عند آلام أسفل الظهر بسببت خلل عضوي كعند دسك كبير أو عند ورن ضاغط على العصاب ممكن أنه يسبب له ضعف شلل وهن في العضلات يسبب له مشاكل في حركة الرجلين مشاكل في التوازن أيضا فعشان كذا ننصح المرضى إذا استمروا إياهم الألم لأكثر من خمسة أيام أن يراجع الطبيب الأسرة الذي يهوتها بعلا في المنطقة رقم اثنين إذا الطبيب شاف أنه في حاجة لهذا المريض أن يعمل أشعة ويتحول على الطبيب مختص أنه يتم تحويله لتأكد أنه لا يوجد مشاكل خطيرة لهذا المريض دكتور نصيحة أخيرة توجهها للمرضى أو الأشخاص اللي قانون من هذه الآلام آلام مسفل الظهر آلام مسفل الظهر ثلاث نصائح رئيسية النصيحة الأولى الحركة أيوة لو سمحته حاول أنك تمشي شغل ما قاعد الدكتورة بتوقف الباركنج ووقف أمكان معيد ومشي لك هاي الخمس دقائق للمشي رقم اثنين الوزن المثالي تذكروا أمي ناقص وزنك اللي هو عبارة عن أمي ناقص طولك أمي ناقص طول طول عبارة عن الوزن ونزيد عليه كيلو أو كيلوين مرحب إذا بغيت هذه المهارات هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة اللي هو مراجعة الطبيب إذا حسيت أن المشاكل هذه مزمنة صارت وأنها لفترة طويلة ممتاز دكتور سهيل الركن استشاري أمراض الأعصاب مستشفى راشد شكرا لك تحياتي دكتور راشد شكرا دكتور سهيل عن المعلومات المفيدة صراحة وخاصة أن الموضوع يطرق لمشكلة كبيرة تأثر عن المجتمع بكبرى شكرا دكتور سهيل تحياتي مستمعين الأعزاء فاصل إن شاء الله وراجعي لكم صحة وسعادة مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية برنامج صحة وسعادة أنذكركم برغام التواصل إيانا 600551414 والرسائل النصية على 4006 حياكم الله مدخلاتكم تسعدنا وتثري الحلقة أكثر خلصنا من الموضوع اللي اطرقنا له قبل الفاصل اللي هو آلام الظهر وآلام أسفل الظهر وعارفين الناس وايدة تعاني من هالآلام الدراسة اللي الحين بنطرق لها بعد هالفاصل اللي لها علاقة بها الشي اللي هي الحركة وممارسة الرياضة أو حتى الحركات البسيطة اللي نطرق لها يوميا في حياتنا الدراسة تقول أن ممارسة الرياضة تحد من ظهور أعراض أمراض نفسية وتحسن الحالة المزاجية وما بس ما اطرقنا أنه بتخفف حتى من آلام الظهر وبتزيد من قوة العضلات بحث فريق الدراسة بيانات أكثر من 102 مليون بالق في الولايات المتحدة وأجاب المشاركون على سؤال حول وطيرة ممارستهم للرياضة خلال شهر المنصر بعيدا عن أي نشاط جسدي في نطاق العمل كما أجابوا عن سؤال يتعلق بكم مرة شعروا فيها أن صحتهم النفسية ليست على ما يرام بسبب التوتر والاكتئاب والمشاكل العاطفية أشارت نتائج الدراسة المنشورة في دورية لانست سايكاتري إلى أن أيام الشعور بالحالة المزاجية السيئة شهريا بلقت ثلاثة أربعة من عشرة أيام في المتوسط وكانت أقل لدى من يمارسون بعض النشاط الجسدي خارج نطاق العمل بمقدار واحد فاصلة خمسة من عشرة يوميا وبدأ أن الرياضة تأثيرا أكبر على من لديهم تاريخ مع مرض الاكتئاب فضمن هذه الفئة تراجع شعور من يمارسون الرياضة بحالة نفسية سيئة بمقدار ثلاثة فاصلة ثمانية أيام شهريا في المتوسط مقارنة بمن لم يفعلوا قط خمسة أربعين دقيقة قال آدم شيك رود وهو باحث في الطب النفسي بجامعة يول بولاية كونتكت الأمريكية من يمارسون الرياضة يتحلون بصحة نفسية أفضل مما لا يفعلون خاصة من يتمرنون بين ثلاث إلى خمس مرات أسبوعيا لمدة خمسة أربعين دقيقة وأضاف تؤكد هذه الدراسة على المنافع الصحية المتعددة لممارسة الرياضة بقض النظر عن السن أو العرق أو النوع أو الدخل أو الحالة الجسمانية أي قدر بسيط يفيد بمعدل ثلاثين دقيقة كحد أدنى وكل تمرين بما في ذلك المشهي يرتبط بتخفيف مشكلات الصحة النفسية يعني حتى خمسة أربعين دقيقة أو ثلاثين دقيقة في اليوم معظمنا نحس أننا نحن مشغولين طول اليوم خلصنا دوام ردينا البيت مسؤوليات البيت بس الثلاثين دقيقة هذي والله يعني لو نحسبها تمر مرور سريع وكل واحد عندنا ثلاثين دقيقة نقعد نكون ما عندنا شغلة نسويها يعني ثلاثين دقيقة نستمر حتى لو ما بأني يوميا في الأسبوع نمارسها خمس مرات في الأسبوع ونبتدي تدريجيا بداية ثلاث مرات في الأسبوع أربع مرات في الأسبوع خمس مرات في الأسبوع بعدين لا إراديا جسمنا بيحس أنه يوميا يبقى يمارس هذه الرياضة ما نقول رياضات شديدة حتى في البيت نقدر نمارس أي شيء أي حركة بسيطة ماشي في البيت ممارست حتى المشي على الدرعي اللي في البيت ماشي في الحديقة ماشي برعي شوية ونرجع ثلاثين دقيقة بس وايد بتأثر بداية نفسيا مثل الدراسة ما أثبتت أن الحالة المزاجية للأشخاص اللي يمارسونها تكون يعني الحمد لله تكون عالية حتى معدل الاكتئاب اللي يصيبهم يكون أقل بوايد وحتى يعني الشعور بالاكتئاب أو الشعور بالضيجة مقارنة بالناس اللي أصلا ما يمارسونها تكون أكثر أو بايد عليهم أن معدل الاكتئاب عندهم أقل لأنه يمارسون هذه الرياضة أو الحركة اليومية ومثل ما اطرقنا بالموضوع السابق اللي هو آلام الظهر ومثل ما اطرق الدكتور بعد أنه يوميني ألم الظهر بدل ما أقعد وأرتاح آخذ المسكن وأبتدي أتحرك منه مزاجي بيتغير ما بحس أنه أنا مريضة وأنا تعبان وأنا قاعدة ما بي لس أفكر زيادة فيه وثاني شيء والأهم أن العضلة أصلا بتتحرك بالنسبة للشيء الثاني نفسي دي بتكون متغيرة يالسى أمارس شيء يفيد جسمي ويفيدني يحرك جسمي ككل للناس بعد اللي عندهم أمراض سكري أو ضغط بالنسبة لممارساتهم الرياضة يوميا ما بس بيخفف الاكتئاب والضغط اللي عليهم حتى بيقلل بالنسبة لمستوى السكر عندهم الضغط بيبتدي يقل مع الوقت ثاني شيء تحس أنك تقدم شيء مهم لجسمك حتى لو أنا ما بقدمه طول اليوم أو لساعات معينة بقدمه ثلاثين دقيقة خاضي الجسمي مثل ما بقاعد أعطي جسمي جسمي بيعطيني شيء أكثر يعني حتى أهم شيء بالنسبة للواحد ما هو وجهة نظريه ما هو وجهة نظرك عيسى مزاجك في اليوم يأثر على شغلك يأثر على بيتك ولا لا بالنسبة لنا كلنا مزاجنا سبحان الله ويد يأثر على كل شي فينا فالدراسة هاي حبيت محتوها أن شيء بسيط يقدر كل واحد يسوي ويرفع من مستوى مزاجه يرفع من مستوى حتى طاقته بما أن مزاجي مرتفع اكتئابي أقل مستوى طاقتي بيكون أكثر وأكثر حتى نفس ما اضطرغنا الآلام بتكون أخف الأعراض الثانية للأمراض الثانية بتكون وايد أخف بحس أني أنا في حركة دائمة فيعني ما نحط الحاجز أو أن الأذر أن نحن ما عندنا وقت ثلاثين دقيقة في اليوم نقدر نطلحه بأشياء بسيطة حتى عندي طول اليوم في بريكي فترة الدوام أقدر أتحرك خلاله وأرجع ما أكون قاعدة في نفس المكان حتى نفسية الواحد أصلاً سبحان الله مني يتحرك من مكانه تتغير ما يحس أنه بنفس المستوى النفسي طول الوقت وهو ما بقاعد يتحرك الدكتور وجه بعد أنه بالنسبة للباركناتن خليه سيارة شوي بعيدة نتحرك فيها عشر دقائق خمسة عشر دقيقة على الأقل شوي هو الجو الحين وايد يساعد ما بمثل الأيام الصيف حتى أيام الصيف في أماكن وايد تكون مضللة أو تكون معرضة للشمس وما بحارة فيقدر الواحد يتحرك فيها طول الوقت مستمعين الأعزاء إن شاء الله اليوم كانت الحلقة مميزة وممتعة كالعادة نشكركم على تواصلكم إيانا وعلى استماعكم للبرنامج أشكر المعدين وأشكر في التنسيق أحمد سلامة في الإخراج عيسى سبيل ومحدثتكم دكتور عاشي البسطي ودمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي